نظم عدد من نشطاء المناخ وطلاب الجامعات وخبراء البيئة مسيرة ضمن تحالف عموم أفريقيا للعدالة المناخية باجا وذلك على هامشي مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخة وطالب المشاركون في المسيرة بتحقيق العدالة المناخية وتعويض الدول الأفريقية عن الخسائر التي حدثت لهم بسبب الدول الصناعية المسيرة التي نعملها هي مسيرة التحالف التي نعملها في كل قمة مناخ بتنادي بأصوات إفريقيا وحق إفريقيا في التنمية وحق إفريقيا في الحصول على تعويضات على الخسائر والأضرار التي تعرضت لها والتعامل مع قضية التعيرات المناخية وبيشارك معنا أصدقائنا من أبناء القرى الإفريقية من أكثر من 50 دولة إفريقية موجودين يعبروا عن أصواتهم ويعبروا عن قراءهم ويعبروا عن القرى الإفريقية أكثر قرات العالم تأثراً بأطغيرات مناخية وأقل قرار في العالم إصداراً لإنبعاثات الكربونية هي المسيرة مهمة جداً لأننا نحن نواصل صوتنا الهدف من المسيرة هو إيصال الصوت أن الشعوب الأفريقية وأبناء الشعوب الأفريقية مستعدين للدفاع عن الحقوق بتاعتهم مستعدين للمناده بمطالبهم وكمان بنعبر عن أهلنا اللي مش موجودين معنا هنا أديهما متأثري بأقضية تغيرات مناخية نحن هنا لكي نكون قادرين على أن ندفع الأجندة الأفريقية ونضعها على طويلة المفاوضات وأن ندفع أفريقيا لكي تكون إقليم له لديها حاجات ولديها أولويات لم تنفذ وهناك أمور وتعهدات يجب أن يتم إنفاذها وأخذها فيها الاعتبار نريد أن نتأكد أن أفريقيا كإقليم يتم الاعتناء بها هذا الرقم واحد ونريد أن نضمن أن هناك التمويل للخسارة والضرر يتم توجيهه لأفريقيا وأيضا ندفع لكي يكون هناك مضاعفة للتمويل الخاص بالتكيف في هذا الكوب إذن نحن نعمل على أن يكون هناك دعما من الشمال وحتى يتحمل مسؤولياته ويقوم بعمليات الدعم لأفريقيا أنا شاب أفريقي وهناك الكثير الذين يعانون بدرجة كبيرة هناك تغير مناخي وسوف نستمر في العيش مع هؤلاء الذين يعانونون وأبنائهم أيضا سوف يعانون نريد أن يكون هناك انتقالا ومرحلة انتقالية وأن ننتقل إلى الطاقة المتجددة الأهداف هي تحقيق العدالة المناخية لأن الموضوع ببساطة هو أن الدول المتقدمة اللي اقتصادها كبير هي اللي بتساهم بأكبر قدر من البعثات اللي بتحصل في الجو فالتأثير بيصب بأكبر قدر على الدول اللي بتحاول تتقدم فهما بيطالبوا أن تحصل عدالة مناخية والقدر ده من الانبعاثات اللي بيأثر عليهم يحاولوا يقللوه لأن الدول ملهاش يعني ما فيش سلطة الدولة على دولة تانية فالموضوع بيمشي بالاتفاق إحنا النهاردة عايزين نوصل رسالة أنه أفريقيا المفروض يكون لها صوت عالي جدا في المفاوضات اللي بتحصل دلوقتي في قمة المناخ والمفروض أنه يكون في عدالة مناخية للقارة دي علشان القارة دي من أكتر القارات أو يمكن هي أكتر قارة متأثرة بالتغير المناخي يعني بالرغم من أن هي مش بتعمل أصلا إمبعاثات كثيرة فإحنا محتاجين يكون في رايح كبير جدا لقارة أفريقيا من ناحية التكايف للتغيرات المناخية واللاصن دامنش فينانس إن إحنا محتاجين نشوف البيئات اللي تم تدميرها بالفعل بسبب تأثرات التغيرات المناخية محتاج إن هي نعالجها محتاج إن إحنا نضخ فيها تمويل علشان نبدأ إن إحنا الناس اللي هناك تقدر تعيش نحاول أن نقول للحكومات وللمفاوضين أننا لسنا سعداء بمسيرة المفاوضات ونود أن يكون هناك تعهدات نحو أفريقيا بخلاف التعهدات التي لم يتم تنفيذها